ما وإلى خير هذا من ناحية العدو سواء أيضاً تعلق الأمر بفوهات الأنفاق أو فتحات الأنفاق دائماً وأبداً تبين المقاومة الفلسطينية وقالها الأمريكان موقع أكسيوس قبل أيام وقالها عدة قادة صهاينة أن مسألة الأنفاق هذه هي مسألة فوق التوقعات وأن كل توقعات الصهاينة حول هذا الأمر هي توقعات خاطئة والأنفاق هنا ونكرر مرة أخرى لا يمكن لأحد أن يسيطر عليها وهي لا تفسد أبداً هي تصلح دائماً وتحفر دائماً وتجدد دائماً وتتغير مساراتها دائماً وتستعمل لأهداف عسكرية هجومية وأخرى دفاعية وأخرى لوجستية وبطبيعة الحال هي فعالة في كل الحالات أما فيما يتعلق إذا أردتي بإضاءة بسيطة عن التصريحات السياسية والعدد يعني في كل يوم أو يومين يتحدث العدو عن عشرات القتلى من الصهاينة سواء كانوا جنود أو ضباط وهذا يدل على الفعالية العالية للمقاومة ولسلاح المقاومة ولعدم قدرة هذا العدو اليوم أيضاً تموضع من جديد في الوسطى البريج والمغازي وإلى آخره تمركز من جديد أو تموضع من جديد بعد أن ظن أو قال أنه سوف يخرج إلى مناطق أخرى وطبعاً يخرج بعض الألوى والآخره كله هذا يسقط في الماء بشكل يومي بحيث لا يمكن للعدو أن يقبض على أي نتيجة ولا يمكن أن يسوق أي نتيجة ولا أي صورة نصر لما يعرف بجبهته الداخلية أو مجتمعه الداخلي فيما يتعلق الآن في كلمتين بالأسلحة القسامية 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 بطبيعة الحال وذات الفعالية الكبيرة وكلها ذكرتها يعني بعجالة نمر عليها قضيفة اليسين ما هو خمسة تحدثنا عنها أكثر من مرة وهي تي بي جي أيضاً فيما يتعلق بالتي بي جي هي فيها نوعين المضاد للأفراد والمضاد للتحسينات التي بي جي هذا هو الوقود الجوي وعن طريق قاذف صاروخي اللي هو الار بي جي ولذلك المقاومة عندما تدرس يعني التصفيح أو التدريع التروفي مثلاً هذا ما يسمى قبة الريح على الدبابات والآخره ونظامها الإلكتروني ونظام الاستشعار والآخره ثم تتفوق في العقل المقاوم على كل التكنولوجيا المتطورة وكل أجيال الميركافا وغير الميركافا والنمر وغيرها والدليل على ذلك أن هذه الأسلحة تصيب وتأتي بنتاج مثلاً كان فمحديث حتى البيرح على أن العرب وحتى المقاومة الفلسطينية الباسلة نحن هنا من نجموه مش ما نجموه ما نحبه نقوله وهما مقاومة باسلة لا تقدر على التكنولوجيا العدو وعلى علم العدو واليوم نحن الإجابة كل يوم عندها 107 يوم والإجابة تأتي تباعاً بهالقذائف هذية والصواريخ هذا أقول لك أمرين مختلفين بعجلة ثم تفرق ما بين بناء الدول في حالة السلم وبناء المصانع العسكرية وبناء الكليات الحربية وكليات الدفاع والأمن والمنشآت ذات الطابع الأمني والعسكري وإلى آخره وكل مستوجبات الأمن القومي بمعنى الأمن والعسكري والاستخباري ثم بالمعاني الأخرى هنا لدينا تصريحات لا أريد أن أدخل في التفاصيل عندما يقول الصهاينة وبعضهم حتى الأمريكان أن يد الصين وصلت إلى غزة ويد روسيا وصلت إلى غزة ويد كوريا وصلت إلى غزة وإلى آخره فهذا دليل قطعي عن أن المقاومة استطاعت بقدراتها الذاتية أن تحتوي كل محاولات التضييق عليها وتتجاوزها ولذلك يأتي الأمريكي والصهيوني ليتهمها أنها تحصل على مواد متطورة والتكنولوجيا متطورة من هذا البلد أو ذاك حتى تطوري نفسها وهذا دليل ماذا في الحقيقة؟ هذا دليل على أن العدو خاب كثيرا من معتقداته الاستعلائية أن المقاومة لا تستطيع إلا بوجود دولة كبرى أو دولة عظمى أو إلى آخره أو إلى آخره صحيح أن التكنولوجيا يمكن أن تنقل صحيح أن الأفكار تتداول وهذا متاح ولكن المواد والهندسة والقدرة التصنيعية والأدمغة التي تطور والقدرة التصنيعية لأنه كما تعرفين وهذا قوس أفتحه يعني بعجالة لا يمكن أن نثق في أي دولة ولا في أي حركة مقاومة إذا كان أمنها مستعارا معناها أمن مستعار؟ يعني أن تأتي بأدوات الأمن ومقدراتك الأمنية والمقاومية من مصادر لا يمكن لك أن تتجاوزها أو على الأقل أن تحاكيها ثم تطور وتصنع وإلى آخره هذه الفكرة الأولى الفكرة الثانية لا أمل في دولة أو حركة مقاومة لا تصنع سلاحها كما نقول نحن لا خير في من يأكل مما لا يزرع وغير ذلك من الحكم القديمة والجديدة فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بالمقاومة والدليل كما قلنا والدليل هم الأصل حالي هتنحكيوا عليهم تواقعنا يا سين بيون خمسة وأكثر من ذلك عندما يقولوا يقاف جالانت أن حماس لن تهزم ويقولوا إيهود باراك قال اليوم لم تهزم حماس إيهود باراك قال ذلك ولكن جالانت قال لن نستطيع العيش في بين ذفرين إسرائيل بوجود حماس بطبيعة الحال هو يعتبرها تهديد استراتيجي ووجود بالطبع هنا يريد أن يهول عليها أيضا لابد من إبادتها حتى نستطيع أن نعيش ولكن هذا اعتراف يومي أن الجيش حتى هذه اللحظة لا يستطيع كسر القواعد ولا يستطيع تعطيل لو كان يستطيع تعطيل هذه الأسلحة تكنولوجيا أو تكتيكيا أو غير ذلك لما قام بذلك وطبعا قال إيهود باراك حماس لم تهزم واحتمال سعات الرهان يتراجع رغم المكاسب ما هي المكاسب الله أعلم إيهود باراك أتى من الجيش من جيش العدو الصيوني مثل شارون ومثل أول ميرت ومثل أخرين يعني كثر وعندما يصرحون هؤلاء الذين كانوا على رأس جيش الإبادة الجماعية مثل هكذا تصريحات فأن العقل المقاوم بطبيعة الحال تفوق عليهم وبوضوح تام في هذه الأمور والفيديوهات موجودة لدينا وكل من يدرس يعني معايير معايير دراسات الحرب وأهميتها هي أولا الدقة الدقة وأحيانا الدقة المتناهية وثانيا تحقيق هذه الإصابات وتحقيق وإسقاط يعني آلة العدو وأكثر من ذلك أيضا أن العدو لا يجد طريقة لا يجد طريقة حتى يسيطر على حتى السلاح والصواريخ حتى مرابض الصواريخ حتى الأماكن التي يدعي أنها ربما توجد فيها منصات لإطلاق الصواريخ أو ربما توجد فيها أنفاق وإلى خيره فهذا العقل الصويون حتى من ناحية التجسسية والاستخبارية هو معطل في كلمتين يسينا 105 وفبا كذلك 107 حكينا عن الـ TPG وقلت مع الـ TPG تعييرات هي تحديدات وفيها عدد واسع يعني تسميات كثيرة ومستويات كثيرة وما تخرج ليش على الموضوع الأسلحة لا لأنك سألت لأنه أنت ما شاء الله عليك يعني عندك معلومات في المواضيع الكل والله يا شوف هو أنا مرة نقرأ في ميشيل فوكو قالوا أنت مفكر وأنت كذا قال أنا مجرد قارة وأنا مثله أنا مجرد قارة ما معنى مجرد قارة عندما يكون عقلك وقلبك وبوصلتك وكل إيمانك وكل الحق الذي تراه في هذه الدنيا بوصلته أن ينتصر أصحاب الحق وأن تحرر هذه الأراضي العربية حتى نبني الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة والموحدة وذات السيادة وبتعليم متفوق هذا أمر آخر في زمن الحرب يأتي ما هو البلد